اكبر بلدية تركيا واكثرها اهمية عاصمة الاقتصاد اسطنبول من سيرأس بلديتها شد وجذب عقب النتيجة الاولية التي اظهرت تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض اكرم امام اغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم لكن النتيجة لم تكن نهائية بسبب طعون قدمها الحزب الحاكم في خروقات انتخابية اكدها بالوثائق والبراهين وعلى اثر ذلك قررت اللجنة العليا للانتخابات اعادة الفرز للاصوات الباطلة في عدد من الاقضية اعادة الفرز حتى الان قلصت الفارقة بين امام اغلو ويلدرم الى نحو 16 الف صوت وتواصل العملية حتى نهايتها قد يقلب النتيجة وهو ما تخوفت منه المعارضة فسارعت الى تقديم طلبات باقاف عملية الفرز دون ان يجاب طلبها بسبب الادلة المقدمة بوجود خروقات تتعدى مسألة الاخطاء العرضية القرار الاخير للجنة العليا للانتخابات وامامه يقف الحزب الحاكم والمعارض كطرفين لا يملكان اي سلطة سوى الخضوع للحالة الديمقراطية واحترام نتائجها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نفسه يقول ان حزبه سيحترم النتيجة الاخيرة التي ستصدر بعد انتهاء الطعون مهما كانت كذلك مرشح الحزب بن علي يلدرم عبر عن احترامه للنتيجة النهائية حتى لو لم تكن لصالحه مسألة تقديم الطعون هي حق ديمقراطي وجزء من العملية الانتخابية في كل البلدان المتقدمة بهذا التصريح رد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية على الاصوات الغربية التي انتقدت اعادة فرز الاصوات رغم ان المسألة موجودة حتى في الدول الاوروبية الاهتمام الاوروبي بالانتخابات التركية هو جزء من اهتمام عالمي بسبب مواقفها التي تنحى بها نحو الخندق المناصر لقضايا الامتين العربية والاسلامية والتي لا تعجب الكثيرين من قادة الغرب ويدل ايضا على حيازة تركيا مكانة مهمة في عالم مشحون بالتجاذبات الدولية تسعى انقرة في وسطه الى التخلص من الاصطفاف القطبي للمعسكرات الحاكمة وتحقيق السيادة الحقيقية على الصعود كافة اشتركوا في القناة